اقدار اليمنين في العصر الحديث جاءت اقدارا ثورية مرتبة في الزمان والمكان كأيام صنعتها يد الثوار بدءا من سبتمبر 1962 الذي اسقط كهنوت الامامة انطلاقا الى اكتوبر 1963 الذي واجه جيش الاستعمار وقوفا عند نوفمبر 1967 1967 يوم اجلاء المستعمر الاجنبي عن جنوب الوطن هكذا انتقال اليمنيون في شهور العام يصنعون ايامهم في صفحات النضار الوطني التي مثلت تاريخا من الانتصارات المجيدة بالجمهورية والوحدة والديمقراطية وكادت المسيرة الوطنية ان تكتب نهاية التاريخ المعاصر بهذه المنجزات لكن الامامة ابت الا ان تعود من قبرها وبصورة ابشع من ماضيها عنوانها الحوثية وصبغتها خمينية ليكون يوم الواحد والعشرين من سبتمبر 2014 كابوسا يأبى ان يكون يوما معدودا في تاريخ اليمن المعاصر لهذا مرت عواصف عودة الامامة من كهوف الموت لتفرض على اقدار اليمنيين ان تكمل العام بشهر ديسمبر ولترتفع ثلاثية النضار الوطني الى اربعة بفاتحة جديدة دون يوم الثاني من ديسمبر اسئلتها وكتب الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح بدمه اجوبتها المنسوجة من شمس سبتمبر ومجد انتصارها في السبعين يوما كان الاختيار بين الجمهورية او الموت الثاني من ديسمبر 2017 انتفاضة شعب ستعيد مسار التاريخ الى اقداره الثورية والرابع من ديسمبر 2017 شهادة الاقدار التي ستبدأ منعطفا من التحولات الثورية وستكتب جديد فصلا من الانتصار الافتوح على عنوين متصلة بسبتمبر وممتدة الى اكتوبر ومفتوحة على الاستقلال بنوفمبر لكنها متجددة في ديسمبر حيث لاحوثية باقية في مسار الاقدار الاقدار التاريخية لا تعرف الهزل ويوم الرابع من ديسمبر يشهد على واحدية الثورة اليمنية حين استعادت مسارها وطنيا كاصدق ما يكون وسياسيا كاوفى ما يكون التزاما حين افتتح الشهيد الامين عارف الزوكا بالتضحية والوفاء فصلا ملتحما بالتاريخ وممتدا في مساره ومسيرته من نسيج الشمس في سبتمبر الى نقيع الدم في ديسمبر وغدا يكون الانتصار